نأمل إن شاء الله أن نعرض وأن نناقش وأن نستفسر وإياكم حول المواضيع الاجتماعية التي تهم الشريحة الأكبر من مستمعين مستمعاتنا بيقولوا صلة الأرحام بتبارك في العمر والرزق والأجر وصلة الأرحام تقول علاقات والمودة في المقابل وفي ظل هذه الحياة التي نعيشها هناك مشاهد تدم القلوب وبالتأكيد قصص خصام وقلوب حاقدة على بعضها البعض هذه القصص وهذه العداوة ليست بين الأعداء بين خصمين وإنما قد تكون في بعض الأحيان بين الأخوة والأخوات وفي قطع للزيارات للأرحام على اختلاف هذه الفئات التي سنتعرف في تفاصيل فقارتنا وموضوعنا من خلال ضيفنا أحد خطباء مدينة تول كرم الشيخ شريف عجاج أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم أسعد الله صباحكم ومساءكم وجميع أوقاتكم نبارك في هذا الصباح البهي الكريم للأسير البطل هادي الهمشري وجميع الأسرى بالإفراج والحرية ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر والفرج لبقية إخواننا الأسرى وبالتحرير لأرضنا وبالنصر والعزة لأمتنا إن شاء الله يعني هذه المباركة هي لربما من صلاة العلاقات أيضا التي ممكن أن نشتقها بصراحة العلاقات الاجتماعية هذا اجتماعيا إن قلتها فهو أمر جميل وإن لم تقولها لا تعاقب ولا تؤثم في بعض الأحيان لكن هناك علاقات إذا لم تنسجها ولا تطورها ولا تجملها وبالتالي قطع هذه العلاقات يؤدي للأسف إلى مشاكل وإلى اهتزاز في النسيج الاجتماعي صلة الأرحام ماذا نقصد بصلة الأرحام صلة الأرحام الأرحام هم الأقارب كل من يدلي إلى الرجل أو المرأة بصلة قرابة يسمى الرحم هؤلاء هم الأرحام الذين تجمعهم هذه الأداء وهي المكون والحضن والجامع الأول لأجزاء هذا الشخص وهذا الإنسان لأجل ذلك سميت في اللغة العربية بصلة الرحم ليتذكر الإنسان هذا الموطن الأول الذي استقر فيه والذي يستقر فيه أخوه ويستقر فيه أخته وكذلك أفراد العائلة ليجتمع إن لم يجتمع بسبب الأفكار فليجمعه الدم ولجمعه العرق الأصيل الإنساني فإن الإنسان مدني بطبعه ولا يستطيع أن يعيش وحده بل إن كثير من المخلوقات لا تستطيع أن تعيش وحدها لا بد أن تتآلف وأنت تعاطف وأنت تكاتف فيما بينها فالمقصد في الرحم الرحم هو كل من يدلي بقرابة وكلما كان أقرب كلما كان له حق أكثر فلإن الإسلام شبه المجتمع المسلم بالجسد الواحد يعني كل عضو بيأخذ وبيعطي للآخر نعم طب شيخ شريف بدنا نتحدث من الأرحم الذين لهم حق صلة الرحم في هذا الموضوع يعني أحيانا بيصير شوية خلال نقول عدم موضوح أنه تب مين أنا رحمي مين لازم أنا أزورها أو أروح عندها وأتفقدها وهل هذا يقتصر على المقربين المقربين بالدرجة الأولى أم ماذا؟ بالنسبة لصلة الأرحم موضوع صلة الأرحم سوف يعني يتم الحديث فيه بشيء من النسبية بالنسبة للواصل أو الواصلة وبالنسبة للموصول أولا كلما كان أقرب كلما كان ملحا أكثر وكلما كان واجبا أكثر وكلما بعدت صلة القرابة كلما خف الوجوب إلى الندب والاستحباب ثم المقدرة هناك من يقدر وهناك من لا يقدر بعضهم يقدر على الواصل عنده وقت فراغ عنده إمكانيات عنده مثلا اتصالات وجوالات وإمكانية لهذا الأمر إذن تحتم عليه الصلة أكثر من الذي لا يقدر إلا بوسيلة واحدة مثلا القرب والبعد في المكان كذلك له دور في موضوع صلة الرحم كلما كان قريبا كالأصول والفروع الوالدين والأولاد كان واجبا وقطيعتها إثما وحرما وكلما ابتعد قليلا خف الوجوب إلى الندب والاستحباب أحيانا يكون واجبا إذا كانت هناك حاجة ملحة مثلا أحد الأعمام العم أبعد قليلا من الأب الأب قريب جدا لصيق العم أبعد قليلا إذا كان بحاجة إذا كان مريض إذا كانت عنده مناسبة من فرح أو ترح هنا قد يصل إلى حد الوجوب خاصة إذا كنت أنا مقتدر نعم طب بالنسبة للواقع المعاش في هذه الأيام يعني في البعض بصراحة بيكتفي بالزيارات في الأعياد سواء عيد الفطر أو حتى في المناسبات الدينية في شهر رمضان أو لربما بعيد الأضحى يكتفي بهذه الزيارة أو يكتفي لربما بهذا السؤال في هذه المناسبات لكن ما شكل صلة الأرحام يعني البعض بيتوه في هذا الموضوع هل هنا أنا لازم دائما أزور ولا أنا دائما لازم أتصل ولا دائما أنا لازم أحمل وأروح ولا إيش بالضبط صلة الرحم هو كل إحسان تقدمه إلى أقاربك كل إحسان هو صلة هناك إحسان بالكلمة كما قلنا بالسلام الكلمة الطيبة صدقة والتبسمك في وجه أخيك صدقة إذا كان صدقة لمارك الطريق فما بالك لمن كان مقربا في قرابة في رحم في شيء من ذلك لأجل ذلك كل شيء تتم في التواصل الإنساني والبشري يعتبر من صلة الرحم إذا كانت أم أو أب من ضمن الصلة الواجبة أن نفق عليهم إذا كانوا غير مقتدرين السؤال والاتصال والزيارة والاستضافة والإهداء والنفقة والعلاج هذه كلها من أبواب الصلة والأخت كذلك خاصة إذا كانت وحيدة لا معيلة لها مثلا والأب والأم كبار في السن الأخ كذلك هذه من الصلات الواجبة عندما تبتعد قليلا المسافة أو درجة القرابة مثلا نفترض أنه لي أخ في السعودية نحن الآن هنا وأخي في السعودية بقدرش أزوره كل شهر ولا بقدر أزوره كل جمعة لكن إذا رحت عمرة أو زيارة أو في مؤتمر صحفي ليس أقل من أن أذهب وأزوره تبقى الآن وسائل الاتصال الحديثة الاتصالات والجوالات والإنترنت وغيره هذه كلها تتم بها الصلة وتفقد الأحوال والسؤال يعني حتى موضوع الصلة يمتد إلى النصيحة والهداية والإرشاد كيف يفعل كيف يدرس ماذا يخطط ماذا نساعده هناك كيف يساعدنا هناك هذه كلها من صلة الأرحام طيب أحيانا الشائعة أو الغلط الدارج أنه الرحم أو صلة الأرحام هي مقصورة أو محصورة على الإناث وأنت ذكرت قبل قليل لفت الانتباه أنه الأخ على الأخ أيضا فيه صلة أرحام فخلينا نوضح الموضوع أكثر أنه هل فقط الأخوات من لهن الأحقية والحق في أن يزرنا وأن يكون لهن صلة رحم أم هناك الأخوة هناك الخالات هناك العمات الأباء الأجداد وحتى الأخ على الأخ الإناث كالأمهات والجدات والأخوات والخالات والعمات لها صلة رحم وعليها صلة رحم بمعنى برضو البنات بدهني زرن والبنات بدهني يتفقدن ما منقول البنات واجب عليهم النفقة لكن بدهني يتصلن بدهني يسألن بدهني يبدين المشاعر كثير من البنات بدخلنا على عائلة متفرقة يجمعنا شملها وتصبح مثلا الكني الكبير كأنها أم للإخوة كلهم صحيح وبعض البنات بدخلوا في عائلة مجتمعا يد واحدة زي السوس في الخشب بيهدموا أكبر بنيان لأجل ذلك البنات إذا مقتدرات على شيء من النفقة يحمل ويزر ليس أقل من اتصال مين يزوروا بالضبط؟ الوالدين أيضا الإخوة يعني الأخت أنا بنزار سنة وسنتين وتلاتي وهي لا تزور أخاها ولا تحث زوجها أنه يجي يصل قريبه ونسيبه لا أنا واجب علي يجي يعني بتحس الشغلة كأنها كسب وتسلط لا حق له وعليه وحق لها وعليها أخي الأصغر له حق علي أن أزوره وأن أرأف به من صلة الرحم توقيره الكبير والرأف بالصغير من الرأف بالصغير السعال عنه وتفقد حاجاته حتى لو كان غنيا أبدي له التعاطف وأبدي له الولاء وأبدي له المحبة صباحا مساء وكذلك الإناث حتى الأم نقول لكثير من الأمهات في كثير من الأمهات والأسف بعض المتعلمات بقعدين وبقول لا ابني هو يجزوني رح فقد بابنك لا تترك ابنك وحده يعني بتحسس للبعض بعض الأمهات بتشعرك وكأنه طبعا لأبنائها وكأنه أنا إلي فقط الحق أنك تزورني ومش مهم سألت عنك أو ما سألتش عنك اتصلت عليك واتصلت عليك وهذا خطأ كبير تؤدي إلى نفور مش فطورة فقط نفور ومشاعر سلبية مضادة نعم نحن بقول الأمهات روحوا زوروا الولد بيزور أمه مرة تنتين تلاتة أربعة الخامسة أو الرابعة تتيجي الأم تزوره وتشوفه وتتفقده تتفقد بيته وأولاده وأحفاده صحيح وهذا بالعكس بيعطيه شعور بالراحة والطمأنينة وممكن يتقرب أكثر للوالدين ويكون هناك كبر للوالدين نحن رح نروح ونغوص شوي بالمشاهد اليومية اللي بنشوفها وبالسمعات زي ما نقولها بس مش الإشعاعات يعني أكيد لكن مننا في قصص حقيقية واقعية ونناقشها شوي وحتى تكون من باب النصيحة إن شاء الله لكن رح ناخد اتصال هاتفي في هذه اللحظات ونأمكن وضع السماعة فبنقول ألو صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أهلا يا حنان حنان بس تعلينا صوتك شوي لأنه يقال إنه مشاركتكم مشاركة أبو يعقوب الصوت منخفض أيها شيخنا أهلا وسهلا بدي أحكي لك شغلي بس هي مشكلة يعني بالنسبة لإلي أنا أنا واقعة ما بين الإبن والأم حنان أيها حنان تفضلي وكثير حنان الصوت مش واضح بتمنى أيوة خلي كتابة عها الوضعي تفضلي أو بحاول أصلح في بالأمور ومن يوم ما فوتت على البيت وشفت هاي المشكلة وبعاني منها وكل يوميا بعاني منها ودائما دائما أنا بكون يعني بحاول حتى بغضب وبزعل وهي الإشي كثير كثير بزعل لأنه الواحد بخاف من غضب ربه المشكلة ما بين الإبن والأم من زمان من كبل ما أفوتها بيتهم كانت مشاكل تعرف غضب وزعل ما بينهم والإشي اتطور لأنه لحد الإبن بعد عن أمه يعني فدايما أحسه أنه هو يعني هو تعرف مرات لحدة الشتم والأشياء هاي تعرف كيف صحيح أحيانا أوضح أكثر لا لا خلص الرسالة وصلت فأنا يعني مشكلتي أنه أنا دائما أقول له حرام والأم وأم وأم وهي كمان دائما بصور دائما يا شيخ من أول ما فتت عليهم وعندها شغلة اللي هي جدا جدا صعبة اللي هي الدعاء الدعاء على الأولاد يعني بغض النظر عن أي واحد عميلها المشكلة بتدعي بتلم كل العائلة بتجمع الكل في الدعوة فهي الاشي كمان كثير كثير صعب يعني وبحاول قدر الإمكان أن أنا أقول لهم يعني أنه هذا الاشي وإنت قلت أكثر الكنة الكبيرة وأنها بتجمع وأنا والله أحاول أجمع بس الاشي من زمان ومتصدع يعني صار الاشي صعب جدا أنه يلتأم يعني وأنا مش عاف كيف أتعامل معهم يعني يعني الأم والابن والأبو يعني الرسالة وصلت الرسالة وصلت أختي الكريمة بالنسبة في مثل هذه الحالات نحن نقول دائما علينا أن ندخل مدخل الرأف والرحمة على مثل هذا الواقع لأن الجرح غميق والجرح قديم هناك أسباب لمثل هذه التصرفات لأن هذه التصرفات خارجة عن المألوف المألوف أن يحن الجذع لأخوه وأن يحن الورق لإخوان الأوراق لكن حصل هنا الآن شرخ وصدع في هذه الشجرة وفي هذا الأساس فلأجل ذلك كل من أراد أن يتكلم عليه أن ينتقي كلامه ومواقفه وتوقيت الكلام أن ينتقي تكلمه وسكوته أحيانا السكوت في مكانه أثقل من جبل ذهب صحيح وأحيانا الكلمة التي نريدها إن لم تنطق وإن لم تخرج نخسر الشيء الكثير لأجل ذلك يجب أن نجعل هذا الأمر أولا باب من أبواب الجنة وكلما قرعنا هذا الباب كلما حزنا على فرص أكثر لدخول الجنة وتبوء المراتب العليا في عبارة أحب أحكيها لما أشوف مثل هيك صعوبات ألذ بها وأستمتع بها أخرج نفسي نفسيا من هذا النطاق وكأنها موضوع خارج الصندوق وأتعامل معه بشيء من اللذة والمتعة يعني لست بطرف ولكن مثل ما نقولها بالصحافة بعين الصقر بتنظر للأمور صحيح أنظر إلى الأمور بعين الصقر وأحاول لا بد أن أجد مدخلا يمكن بعد فترة يكله ويمل من بعض ويرجع لبعض لا نيأس ولا نلقي الراية في الأرض هذا النبي نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل حمل سفينة صغيرة صنعها هو ومن معه من أهل الإيمان والنجارين يعني اليأس هنا أو لربما الاستسلام مرفوض الاستسلام مرفوض نعم لكن من قعد نحن في مثل هذه الحالة خاصة منظلنا هنا زي ما نكون مستنفرين متأهبين وين في بشارة خير عند الطرف الأول نحثوا عليها نعم وين في كل نابية طلعت من الطرف الثاني ما بنقلها وبنقل عكسها صحيح يوم من الأيام سوف يحن الجذع أو على أقل تقدير على أسوأ تقدير نقلل من التوتر ونقلل من البعد في بعيد وفي أبعد ويبقى الاحترام بدون تجريح بدون تجاوزات أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجه كل الاحترام بالتأكيد وأتمنى أن تكون وصلت الرسالة لحنان فلا تيأسي ولا تستسلمي وبالتأكيد واصلي في مشوار الإصلاح إن شاء الله أن يثمر بكل الثمرات الطيبة والإيجابية سنذهب إياكم إلى استقبال اتصال هاتفي آخر وبنقول ألو صباح الخير أهلا وسهلا معكم أم محمد أهلا يا أم محمد بدي أحكي لكم بص قصة وحدة عندي الشيخ يحكي لي شو يعني الواحد يتعامل معها أو كيف إنه إن هي أم ابنها جوز وحدة وما بده هي ما بده هي ياها المهم أخذها يعني وصار النصيب ويعني حتى صفتها تحت الأمر المواقع وأخذها جوزت جوز ابنها حسنا من أول ما جوزت وهي هاي الأم حطة محطة هاي الكنة وبتظلها تعملها مشاكل ولا ابنها حتى بتبين إنه لابنها إنها ما بتحبه وبتعمله مشاكل وشو ما يصير معها مثلا يعني الام إذا مثلا ابنها وقع بتطلع مثلا تطل عليه هاي لأ ما بتطل وغير هيك بتعمله مشاكل كتير فهو يعني مث يعني إنه كرهنية فيها إنه خلص يعني صارت لا شاها إنه خلص صارت هي لحالها وهو لحاله بتأحكي شو رأيك عمي الشو شو كيف يتعامل مع هاي الام شو يحكي معها كيف يتصرف معها البعد جفا البعد المكاني تقرب منها بتعمله مساكل مش مشكلة رسالة وصلت نرجع من قول الله يعافيك يبارك فيك أهله سهلا بالجميع البعد جفا واحدة من الأسباب الرئيسية في قطيعة الرحم البعد الزماني والبعد المكاني إشي بتصل كل ثلاث شهور أو بحكي أو بزور مع إنه في نفس الحارة والشارع وإشي بعيد في المكان والبعد يورث بعد كما يقال والقرب يورث ألفة في مثل هذه الحالة بدنا ننصح هذه الأم أن تكون حكيمة وأن تكون رشيدة وأن لا تحمل إلى سنوات قابلة تلك المشاعر التي شعرت فيها أيام الخطبة يعني تعطي الفرصة تعطي الفرصة أول عتالي هو المسؤول عن نفسه وهو اللي بده يتزوج مش أنتي يا إمه الشاب هو اللي بده يتزوج ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بتعرف على وحده في الجامعة أو في الشغل أو عن طريق زميل يريدها بعض الإميات متسلطة يا بيجي من تلاي يا ما بمشي لك في عرص ولا بتكعد لبدار ولا 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 إلى آخره وتحمل هذه الضغينة إلى سنوات قادمة وتحاول أن تورثها لبقية الأولاد والبنات هذا ظلم من طرفها ومن طرفه نحن نقول هناك أسلوب لتقترن وتتزوج الفتاة التي تريدها لف من الطريق الأولى الطريق الثانية الطريق الثالث الرابعة أصريت عليها والله إذا كانت محر زي ما بقوله دين وخلق وإلى آخره نقول قاتل لأجلها وأقنع أمك وأخر خطبتك وجيستك أخرى ست شهور مش مشكلة في سبيل إنك تكسب أمك نعم وخطيبتك وهنا أيضا رسالة لبعض الأمهات اللواتي يمارسنا مثل هذه العادة أخسري فلدة كبدك بابنك أو بنتك لأنه في هذا الموضوع مهما حاربتي قد يبتعد وقد يكون هناك الجفاء فمهم جدا كيف يتم التعامل بدنا خط الاتصال يظل شغال بينهم يعني أنا عملت غلطة بس خط الاتصال ما ينقطع يعني لا أخسر ابني لأجل موقف أخسر الموقف وأقلب الصفحة عليه وأغلق ذلك الكتاب وأعيش مع ابني حياة جديدة خصوصا إذا كانت الكنة محترمة هي ما بدها إياها ولكن تيجي بتحترم نعم طب نحن أيضا رغم الاستفسارات التي لربما تصب في ذات الموضوع حول العلاقات الاجتماعية العلاقات العائلية هي كلها من صلة الأرحام فبالتالي نحن حاولنا أن ومن خلال بالتأكيد المعلومات التي يضيفها الشيخ شريف بخصوص تصويب المصطلح أو الدارج والشائع حول صلة الأرحام هو الأخ يزور أخته فقط أو أمه يزور الأم والأب والأخوات فقط لا غير لكن هي تعدد ذلك وهي شاملة فيها شمولية في مفهوم صلة الأرحام فيه هناك رسائل عبر الواتساب واستفسارات للشيخ شريف لكن فيه أيضا استقبال اتصال هاتفي رح نروح لهذا الاستقبال وبنقول ألو صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا صباحكم طبعا ممكن أسأل الشيخ سؤال تفضلي يا شيخ لو سمحت بأسألك هلأ بالنسبة لصلة الرحم أنا بعرف أنه طبعا للذكر وللأنثة زي ما الرجل مسؤول أنه يسأل على أخته أمه وبرضو البنت كمان لازم تسأل صحيح هلأ شو اسمه فيه يعني هي عكس اللي حكيتها قبل شوية أختنا الفاضلة إنه الأم بش موافقة على الكنة هلأ فيه إحنا إنه فيه وحدة هي يعني هي ما بدهوش إياها لها الكنة وبعدها يعني طبعا الأخ يعني بده إياه وفعلا يعني تم النصيب والحمد لله وخلص يعني هنه حرام يعني الداري اللي حميان ووافقوا وحبوها واستقبلوها وخلص احترموا رغبة ابنهم صحي بس هي ما نسيات هي ما نسيات فتعمل مشاكل وحاولت تطردهم من بيتهم وهي عروس يعني وضلتها تعمل هيك تعمل هيك لهاليوم هذا يعني حتى كبر ولادها وأقنعتهم أقنعتهم إنهم هن دار سيدهم أبو أبوهم مش مناح وبعدتهم عنهم وأقنعتهم بطريقة يعني كتير فضيعة ولا ترضي الله نعم إنهم مش مناح نجد كثير من الحالتها صحي وراحوا يعني يعني دار اللحمة كتير طيبين وبيعرفوا الله وراحوا يحاولوا يقنع الولاد مقتنعوش ومعنهم الولاد والله بحبوا دار سيدهم فراحوا وانطحوا حتى يعني للأسف إنه الولد يعني بقول لأمه لأخواته خلص انتوا قلكم فيه ما قلكم في بيته في أولادي يعني هو حيران وكذلك نبارك لهذه الأم الشاطرة أنها ربت مفترسين في بيتها طيب شو تعمل الأم بتربي من هون يا ابن الحلال ولما يتجوز قال ما بتعرف ابنك إلا لا يتجوز يعني هذه الكنة اللي دخلت على الدار اللي احترموها دار الحما هذه لو أنها اتقت الله سبحانه وتعالى وكما احترموها احترمتهم وكما تواصلوا معها تواصلت معهم وزيادة بالحسنة لنشأ الأولاد على ذلك هي الآن نشأت في الأولاد وشرعت لهم قطيعة الرحم فلا تلومن إلا نفسها إن قطعوا بها غدا وإلا جابوا لها كنات زي ما هي كانت لدار حماها فالدنيا دوارة وكما تدين تدان وكما تكيل لك يوكال هذا كله بعيد عن شرع الله هذا كله بعيد عن أوامر الله الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالقرب أمرنا بالتغافل أمرنا بالتغاضي بل كان يجذبه أحدهم من قبته الخشنة حتى تعلم أحمر في رقبته ويقول لصحابته ويقول للفاروق ذلك الضخم العملاق أعطه من مال الله فكان على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دين ليهودي فجاء اليهودي وتلسن عليه وتلفظ بعض الأعي يعني أعطني يعني سدني دين تأخرت يا ابن كذا 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 يا ابن النوفة ولا ابن من هذا زي ما بناده على بعض لا يمناديه باسمه ولا بالنبي الله فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه يا رسول الله لأنه قل الأدب مع النبي وتقليل الأدب مع النبي كأنك تقلل الأدب مع الوحي ومع الله سبحانه وتعالى نعم رفع الصوت على النبي لا يجوز ما بالك بالتلفظ فقال نبي عليه السلام على مهلك يا ابن الخطاب هل لا أمرتني بحسن الأداء وهل لا أمرته بحسن الطلب إذن كما تدين تدان يعني لازم يكون في من الطرف الآخر استجابة إيجابية غير ذلك تعود الدائرة وتلف عليك في قابل الأيام وإلا في الدنيا في الآخرة ونقول لهؤلاء الناس اصبروا على الخير وهذا باب من أبواب الجنة ساقه الله إليكم مش أنت تروحوا تدوروا عليه الله جابوا لعينكم على الدار هذا الباب من أبواب الجنة يعني نتمنى أن تكون الرسالة وصلت والمحاولات تبقى مستمرة نذهب إلى استقبال الاتصال هاتفي آخر طب فقدنا الاتصال لكن بنذهب للاستفسارات ومن ثم نعود لنكمل المشوار في الأسئلة والاستفسارات بدون اسم حاضر شو رأي الشيخ بالأخ اللي بيشوه صورة أخوه الأب والأم والأخوات بقصص كذب وتأليف فبتلاق الأب مش طايق ابنه الثاني بيضطر الأخ الثاني ما بيقدر يزور أرحام ولأنهم عبيين حكي كله كذب عليه وكل ما دافع عن نفسه بكذبه يعني أحد أشكال ولا سنتحدث عن قطع سلة الأرحام ولا ربما العقاب والإثم الذي يطال هذا الشخص شكل من الأشكال هذه مثلا الرسالة اللي بتقول أنه بسبب الكلام والتحشيد والكذب والإفتراء والإدعاء يضطر أنه لعدم الزيارة وكل ما حاول المدافع عن نفسه يكذب فيه رد سريع نحكي لهذا المفترى عليه افكع الدم اللي وروح زور وانت تطرق لهذه المواضيع عمدا وإصرارا أصر يصروا إلحاحا تطرق إلى هذه المواضيع وزورهم وإذا زرتهم الليلة زورهم بكرة الصبح وإذا سمعت أنه بدون ينفتح الموضوع هذا في ليلة قادمة روح قبل ما ينفتح بساعة وأقعد وكلهم احكوا قدامي هذا الكلام ما فيه أحد الزملاء أعرفه التحك شوي في تجارته بدأ إخوانه يشيعوا عنه أنه بتعامل بالربة وبالقمار حتى أبو وصل إلى مرحلة يريد أن يغضب عليه فجلس مع والده مرة مرتين ثلاثة والده كبير في السن قرابة التسعين أو يزيد يوم من الأيام شهر اثنين قعد مع أبو قال له تعالي أبا هاي ديوني وهاي تجارتي لا قربت على المرابي فلان ولا فلان ولا على القروض الرابوية ولو بدي أقرب عليهم زماني ركبت سيارات مذهل سنتها كل 12 شهر بكلي بسيارة فدشرك من هذه الأقوال بتحب تقعد عندي في المحل وتشوف أنا شو بتاجر بتفضل بتحب أجيب لك الحسابات لعندك وتكرأ وتتبع تفضل إذا بيجي حدا يحكي لك هيك كلام اتصل علي على السماعة الخارجية على السبيكر وأنا بسمعك وبسمعه من وين تجارتي ومن وين هالكلام هذا الطالع يعني أحيانا يفقد الإنسان إنسانيته إذا علمنا في أخينا أو في صديقنا أو في جارنا عيبا فإننا نستره فما بالكم باختلاق عيوب وافتراءات أين هذا يقف بين يدي الله ماذا سوف يفعل في استفسار سعد صباحكم بدي أسأل الشيخ إذا بروح الشخص بيوصل رحمه وبينطحي يعني يطرد وبسمع إنهم ما بدهم يوصلهم شو الحكم حسب قرب الرحم هذا سؤال عام بعض الحالات يعني بتيجيني يبكى مشنع عليهم ورايح بدي يزورهم يعني زي يزيد أذىهم أذى إنه هيني جايوا بقعد قدامكم بحكي من وراكم بحكي قدامكم لا هذا من كله اكتقي الله سبحانه وتعالى ولا تصل ولا تصل إذا بدك تصل وتأذي لا لا تصل أقل ضرر خفف من ضررك خفف من ضررك أما إن كان يصل وبسمعه كلام ما يعني ما بيطلع هذا الكلام لوحده هكذا جزافا لابد في أساس حقيقي أو باطل وشي عنك إشاعة لكن ممكن حاول أو بحاول أنه يصوب الموضوع ويحسن العلاقات ولا قل رفض نقول له مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية ظلك إصال 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 ممكن ممكن تقطعهم فترة معينة من باب يعني قرع الجرس نعم ومن باب التنبيه إنه في خطأ كبير الآن ترتكبوا ممكن أقطع شهر اثنين ثلاثة ويعرفوا أني قاطع لأنهم بيغلطوا بحق كيت وكيت لكن في المقال يصل نعم الوصل زي ما بيقوله الوصل إعلام والقطع إعلام كذلك القطع يكون لهدف نبيل طب يعني مرة أخرى ممكن كل الأمور تصب في ضرورة المحاولة ضرورة المواصلة ضرورة الثبات على هذا النهج أن لا نيأس ألا نستسلم نذهب إلى استقبال اتصال هاتفي آخر بنقول ألو صباح الخير صباح الخير أهلاً وصهلاً صباح الخيرات يسلموا كتير على هالبرنامج الحلو الله يخليك والله يحب أسأل بس سؤال تفضلي أخو زوجي إله أخر باختصار يعني الحمد لله ما أثر فيها وكل إشي يعمل لها بمناسباتها حضر وبأفرحهم وبكل إشي بنشارك فمرة بنتفاجأ إنهم بيعلقوا علينا يعني أخذنا مرة هدية هيك سريعة يعني لا كان في مناسبة ولا شيء بنتفاجأ بيعلقوا عليها فأنا من هون أنا قدرت إني أقطع زياراتي لإلهم أما بالنسبة لزوجي بيزورها وبودها وبروح عليها أما هي بتمرق من باب الدار ما بتفوت بيتي فأنا يعني الكل بيحكي لعشان زوجي كروحي فأنا حاسة إنه كرامتي راح تنهان إذا بزورها أما شو بالنسبة هون الشرع إلها عندي إني أزورها زوجي مش مقصر وما زال على علاقة فيها أنا بدي بالنسبة لإلي يعني يجب أن نكون أكثر ثباتا في مثل هذه المواقف هاي زوبعة صغيرة طلعت تعليق صغير طلع لازم ما تحتزي عليه لازم تضلك واصله ليس الغبي أنا أقول الآن كما قال الشاعر ليس الغبي سيدا في قومه إنما سيد القوم المتغابي نتغافل أحيانا لسنا مغفلين لكن نتغافل عن هذه الكلمة التي طلعت هي علقت على هدية اعتبرها كلمة طالعة واستمر في الصلة البعد سوف يزيد التعليقات والقرب مع الإحسان سوف يدفن هذه التعليقات ونقول لتلك المعلقة أو ذلك الذي علق تعليقا سلبيا اعلم أن هذا سبب من أسباب قطع الصلة بين الأرحام الإزديراء أو التعليق أو حتى النظر بشيء مئزاز والتفقد شو جاي عنا يسوي عم بتحس من النظرات وشو جاي يسوي عنا أحيانا مثل هذا التعليق إذا ما أنا مثل ما بنقول جفلت وكشيت وبطلت أروح ممكن أثبت علي هذا الإدعاء أو هذا الإفتراء صحيح وبالتالي أنا حتى أفند وأنفي بصراحة هذا القول بالعكس بروح مرة ومرتين وثلاثة ما عنديش مشكل في هذا طالما أنه أنا النية الصافية عندي حتى الهدية إذا كان التعليق على الهدية ما كانت بمقصود أنها تكون قليلة القيمة فيما لو بالعكس أنا بروح وبزور وبثبت أني أنا ما كان بلقالوا في ذلك شرط الألف تركي الكل فيه صحيح ما جود إلا من الموجود أما أن أستدين لأظهر أني أنا صاحب جود لا يعني نتمنى أنها تكون الإجابة وصلت وأيضا يسعد صباحكم سؤال للشيخ الكريم هل صلة الرحم تكون للرجل فقط دون المرأة أقصد هل على الرجل أن يصل رحمه والمرأة لا تصل رحمها لأن زوجي لا يسمح لي بزيارة أقاربي بحجة أن المرأة ليس لها أن تصل رحمها بل على العكس أقاربي هم يجب أن يزوروني ويصلوني الصلة متبادلة بين الطرفين وعلى هذا الزوج أن يعدل من هذه الفكرة التي عندها على مر تاريخنا والموروث عندنا في ثقافتنا وفي مجتمعنا أن البنات بزرني الأباء وبزرني الأمهات وبقطعن الزوج يوم في الأسبوع أو يومين لأنه إمها مقعدة أو تعبانة أو مريضة أو عملة عملية أو أختها وبتروح تبات ليلة ليلتين ثلاثة عند أختها عبيل ما تشد على حالها وتوقف زي ما بقوله ما في إشكال في ذلك أين الحرام في ذلك لا حرام في ذلك وأحيانا يصل إلى حد الوجوب البنت يجب أن تزور أمها وأن ترى أمها وأن تصلها وأن تبرها لا سيما إذا كانت في مكان واحد وفي مدينة واحدة حتى لو كانت في مدينة بعيدة شوي زي نابس والخليل ليس أقل من مرة أو مرتين في السنة ممكن مش من الوالدين أو الأخوة والأخوات ممكن مثلا لما بعد ذلك من درجات القرابة ممكن الأخوال والخالات العمات والأعمال نحن نقول كل يوم تفقد أمك وأبوك أمك وأبوك وكنت صغير كل خمس دكايق كانوا يتفقدوك كل خمس دكايق مش كل خمس دكايق 24 ساعة حتى وهو نايم بحطك جنبه عشان أول ما تكوح البلغم ما يعمل لك مشكلة أو الريق عشان إذا بدك تتكشف على طول يغطيك يعني ما بتكشفوا الأولاد عندنا ثانية الأباء يتكشفوا بالسنوات صحيح والأمهات يتكشفنا بالسنوات كل ذلك بسبب شوية عقد نفسية وحب التسلط وحب التجبر والتناسي الفضل العظيم عندما كنت معوزا وبحاجة إلى قطرة ماء كانت تأتيك قبل تكون أخ تبكى الرضعة بتمك صحيح طيب إحنا متواصلين وإياكم نروح لإستقبال اتصال هاتفي بنقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير أهلاً وسهلاً صباح الخيرات صباحتي في أندست السارين لس إذا فيه مجال تفضلي معك على السمع واحد منهم في الأب هلأ هو عمراً كبير لكن هو هذا الحكي عنده من زمان بالنسبة للأولاد هاي المشكلة يعني العكسي مع الأولاد لكن أبداً مش بسوء نية اللي هو بتخلي واحد من أولاده أنه هو أفضل من الثاني وبعامل الثاني بالمثال فالإخوة بعد ما كبروا صارت الأمور بينهم تتباعد شوية وأحياناً وصلت حتى يبطلوا يحاكوا بعض كل واحد شايف أنه أبوه بيعامله أنه هو بعيد كأنه مش ابنه وهذاك اللي بالحضن والتاني نفس الإشي ما أخذ الاثنين كل واحد بقول لما بتيجي تحكي معاه بقول لك ما هو هداك حبيبه أنا شو بده فيه المشكلة إنها نفس الصورة عند التنين وكل ما حكينا معي الأب في هذا الموضوع إنه أنا بالعكس أولاده وحبيبه لكن السلوك أبداً أبداً بفرق بالإخوة وفي أخوت شوية يعني بتميل مع واحد فبتبقى الشغلة يعني يدوه بقدمت فيه مجرد أي موقف بتعطي ردات فعل عالية جداً فبتوصل القصة عند الأخ التاني بتصير يعني بخلق مشاكل كبيرة وهي فعلياً ولا إشي هل ما زال الوالد على قيد الحياة؟ على قيد الحياة نعم هذا الوالد كل صباح ومساء أنا كل ساعة بدأروح أزوره وأقرأ عليه صورة يوسف وشوف إخوة يوسف شو عمله وشو أبو هؤلاء الإخوة ماذا فعل وكيف أنه رأب الصدعة وكيف أنه جمع بينهم بعد سنوات وبعد مواقف عنيفة جداً حصلت لهم وليوسف ولأخي يوسف لكن لما الشمل كان يقول عليه الصلاة والسلام بين زوجاته اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك فما يملكه الإنسان من التصرفات والمواقف عليه أن يقوم به ما لا يملكه من المشاعر الميل القلبي هذا الإنسان غير مؤاخذ به ويجب عليه أن يبقيه حبيساً في قلبه لا أن يظهر في تفضيل في السلوك والذي يتحمل الوزر الأكبر في ذلك الذي بسلوكه بذر هذه البذرة السيئة وعلى الأولاد هؤلاء الإخوة أن يفيقوا قليلاً يعني كأنهم مخدرين تخدير جزئي هم كل مرة بيأخذوا الموضوع وبيستوعبوه بترد القصة بسفوت نسفوت يعني هذا الحكي له مدار سنين هاي نقطة بستحملونا عسان ما تشبكش الهواء كتير وبس مع الرد يعني على التفضيل نحنا منحب نقول في مثل هذه الأمور اعمل فورمات صباحي كل يوم بتصبح إنسان اللي مات اللي فات وتعامل مع القادم بعرف التراكمات بعرف وعندنا تراكمات عندي تراكمات وعندكم تراكمات بنعرف لكن إحنا منقول لأنفسي وأنفسكم خلق الله القلم وخلق الله الممحة صحيح طب في شغلة تانية مهمة في برضو دار حما الحما جيء ممتاز ممتاز مع جميع الناس إلا مع الكني من السيئة من السيئة يعني بتعامل لكن جافة جداً وبتلومهم على الجافة كمان طب بعيدة حاولي أربوها بتضل يعني بتضلها ما ياخذ البعض مع بقية ولادها أو أولاد أولادها بتكون ممتازة مع الناس رائعة إلا عند ابن ابنها وولاد ابنها وهذا عجب العجاب من كل الحموات تقريباً الكل الأغلبية من أغلب الحموات هي اللي بتروح بتنكل بنت وأول ما يحطوا الدبلة بيصبعها بتكلب عدو اللدود ليش يا حما؟ البعض طبعاً نسبة كبيرة نسبة كبيرة بتلوم على الجفة ولما بتقرب منها بترد تصد بطريقة يعني هي جافية هي جافية وتلوم غيرها على الجفة يعني الجمال المشايف عوجت ركبته مثلاً أولاد ابنها يودوها ويروحوا لها وكذا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني بتلوم فارة الأهل وبتلوم لولاد لما وعهوا شوي وبالنفس الوقت طب هاي الأولاد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنا علي بتصرفاتي ويجب ألا أن جرد تصرفات الآخرين إذا جريت شوي إن الذين آمنوا إذا اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني منتمنى إحنا إنه وصلت الإجابة بالشكل السليم القصد إنه الأخوة حتى الآباء يعني قد يميزوا بصراحة في التعامل في الحب والمحبة لكن أحياناً الأخ نفسه الآخر اللي يميز بهذا الحب ممكن يكون هو العامل الأساسي في الإصلاح أو في تغيير هذه النظرة مثلاً بأخذ أخوي بنروح أنا وياه عند أهلنا أو عند الأب أو عند الأم بشعر الأخوي أو أختي إنه إحنا التنين نفس الشي بس خلاص ما تزحلش من والدنا عجبته عجباً يعني عجبته عجباً يفرحوا قلبي لأحد الإخوة درس معنا هو من مصر كان أبو بميزه هيك بيضان شوي والباكين بشرتهم داكن شوي هذا من الله فيش مشكلة عندهم زيادة في الصبغة في الجلد إشي طبيعي ومليح وكويس كان يعطيه برضو شاطر في الدراسة ملسن شوي شو بيقولوا له والأهل بيطلوا منه فكان يعطيه بزيادة يعطيه شبسات بزيادة يعطيه مثلاً مصروف مدرسة بزيادة نعم كان يأخذ زيادة قسمها على إخوته هم هو ما يأخذش هم ثلاثة يعطيه خمسة ويعطيهم ثلاثة ثلاثة يأخذ ثلاثة إله والشيكلين الفرقية وزيها على إخوانه عشان ما يكرهوا وهذا وهذا اللي أنا بقول عنه كان عمره 14 سنة كل الاحترام كل الوعي كيف أنه إحنا نتعامل يعني الذين يميزوا بالعائلة بصراحة كن أنت حذر لو أهدي إلي ثعبان ماذا أفعل به قاتل في لسعته في لدغته هيئته يقعد قدامي أنا بمسكه بحلب سمه باستفيد من سمه في عقار وكذلك إذا جتني مواقف سلبية لابد إذا أنرد قلبي وعقلي سوف أستنبط منها مواقف إيجابية وأقلب سوءها وأغفيه طب نتواصل والاستفسارات كثيرة بصراحة لكن نذهب إلى استقبال اتصال هاتفي بنقول ألو صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير لكن إن أمكان رفع الصوت لو سمحتي بس الصوت كمان مرة لأن المستمعين ما رح يسمعوا هذا الاستفسار فقط أنا وفضلت الشيخ لسامعين إن أمكان رفع الصوت لو سمحت تفضلي أنا إلي خمسة اثنين الجوزة هلا أنا وجوتي مع وضار حماي مشاكل ما في حال يعني حوالي كل الطرق ما في مجال لأني أوصل لطريقة سليمي معهم عندي أصبال حاليا أنا ماشي بدي أمشي بأمور الصلاق هلا يا شيخ أنا غلطاني ولا مش غلطاني ما في حال يعني مش عارف يعني بيش يعني خلاص بذلك المستحيل بالنسبة لمثل هذه الحالة سؤال عابر عام ما بقدر أجاوب عليه على الهواء عابر عام خاصة في قضية مثل قضايا الزواج أو الطلاق بمثل هذا العموم لا أستطيع أن أجيب على الهواء مباشر إن أمكان بدأت تحت الهواء ممكن الاستفسار تحت الهواء في الإشكال ما زال والصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى وفي الزوجين المتنازعين اللي بينهم إشكالات أو سوء تفاهم قال الله سبحانه وتعالى عن الزوجين أو الحكمين من طرفهم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم ومدام في نية للتفاهم وجايين نقعد نحكي مع بعض على قاعدة إننا نتفاهم ونحل معناته الله سبحانه وتعالى سوف يبارك هذا التفاهم أما إذا جاي متعصب لرأي أو هي متعصبة لرأيها لا وأنا أقول حالات الطلاق في البلد كثيرة والطلاق أنزله الله في كتابه وشرعه الله وشرعه رسوله والسلام لعلاج مشكلة مش وجبة سريعة على طول نخش في الطلاق وعلى طول لا نصبر شوي ربنا بيعطينا بزيادة إذا وصلنا لحل ما فيش يعني إلا إنه نفترق في كلام كثير في الموضوع هذا قبل أن نصل إلى هذه القناعة في كلام كثير في الموضوع وبالإمكان بس بذكر مواطنتنا الكريمة الاتصال تحت الهوى أخذ التفاصيل أكثر والاستفسار لأنه مثل ما قال قضية عامة إحنا متواصلين وإياكم في هذه اللحظات نذهب إلى استفسار حدث خلاف هذه المواطنة بتقول حدث خلاف بيني وبين عمي بسبب مشكلة عائلية لم يكن لي سببا فيها عمي قاطعني رغم محاولاتي العديدة بالاتصال به ولكنه رفض حتى استقبالي حاولت كثيرا دون فائدة هل بقي علي إثم على الرغم هو في الأردن وذهبت للأردن لرؤيته ورفض رؤيتي ما عدى المحسنية من سبيل قمت بالواجب وزيادة ولكن لا تيأسي ولا تستسلمي أقل شيء ممكن تفعلي أن يبقى القلب مفتوحا لهذا العم والبيت بتصير مواقف هيكة بتلف الأيام وبرجع العم بيتصل بلاقي خط الاتصال ما زال مفتوح يعني أنت ما تسكر الباب ولا تعاملي بالمثل أنت وصلت هو ما وصل ننتظر رد الجواب كان يحطه في كنية كزاز البريد ويرسله فالطرف الآخر يستقبل ينتظر شهر واثنين وثلاثة وعشر سنين حتى تصل الرسالة مع الأمواج أو تصل إلى غيره بثي بين الناس وبين الأقارب أني أريده وأني أوده وأني غير قاطعة له وأني أرحب به وبزوجته وبأولاده وما تحكيش أنه بدوش يستقبلني كمان إنسيها الكلام هذا أنا برحب فيه وأهله سهله وفي أي وقت بده إياني أنا موجودة نعم في أي وقت أولاده بدهم إياني أنا موجود إذا يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم قبل بإساءة كبيرة من أهل الطائف جاء جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى ليوسيه ويشد من أزره وأرسل معه الله سبحانه وتعالى ملك الجبال فقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين الكبار يعني كما فعل بقوم فرعون فقال عليه الصلاة والسلام لا لعل الله يخرج من أصلابه من يوحد الله لعل الله يخرج من صلبه من يود ويصل الرحم نعم طب اليوم بنعيش مشاهد الخصام والحرب مثل ما بنقول بين الأخوة بين الأخوات بيقعدوا أشهر سنين أحيانا يفارقوا الحياة وهم متخاصمين بصراحة فضمن هذه المشاهد المؤسفة بصراحة والمؤلمة كيف يمكن أن نعاود أن نعزز سلة الأرحام ما بين هذه سلة القرابة الدموية بالدرجة الأولى ومن ثم الأخوية ومن ثم الاجتماعية هناك طرق كثيرة يعني ووسائل كثيرة لإعادة سلة الرحم هناك وسائل كثيرة للعلاج من ضمن هذه الوسائل أولا أن يتذكر الإنسان ويذكر نفسه دائما بالفضل والأجر الذي رتبه الله على الوصل وبالعقاب والوعيد الذي يترتب على القطع أيضا من ضمن الوسائل أن نحسن ابتداء وإذا أسئ إلينا ألا نرد بالإساءة بل نرد بالإحسان إذا استطعنا وأن نعفو أن نتغاض وأن نتغافل عما سلف وعما سيأتي ليس أبيت الني إذا عادها أقط راسه لا نتغافل وكأنه لم يفعل شيئا أن نتواضع قليلا ولا نتكبر بعض بيجيله شموخ عزة نفس وتأخذه العزة بالإثم وبالقطيع لا نقول هنا لا يجوز أن نشمخ الإنسان كما قال سبحانه وتعالى وصفهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين نعم يعني أذلة شوف الوصف كيف يعني آه أذلة أذلة يعني يعني كأن في المنظر في المن يشاهد من الخارج يقول هذا ذليل لكن في الداخل هو يشعر بلذة وعزة لأنه لله سبحانه وتعالى نبذل ما نستطيع بدنا نقدم خطوة للأمام وبذل ما تستطيع يعني بعض الجيران لا بيقربونا ولا هم من قطرنا ولا من بلدنا كان يجي يزور ويجيب معه كيلو رز وجاجي وحبتين توم هذا الموجود حطها الزرف وأجه في الشي إشكال في الشي إشكال شرط الألفة ترك الكل فيه أيضا في سبب مهم جدا أن نفهم النفسيات وننزلهم منازلهم يعني بعضهم بتلي بعادة غير حميدة وهي التدخين ما تضلك ليلة نهارة نقعة التدخين كما ورد في الأثر عن بعض الصالحين عندما كان أحد العصاء يكثر من شرب الخمر فكان كل ما يلقاه فيه زقاق أو في شارع أو في محفل ينهاه ويسجره نعم فقال له الآخر يعني ارفق به وقلل من حجج الله عليه يعني تخيل يجي يوم القيامة عنده أربعمائة مرة نصحته هيك أغلطت عليها واستحق العقاب الأشد غير عن ثلاثين مرة ابحث عن طرق أخرى لا تضلك تنقع على المواضيع يعني بتعرف واحد مثلا حساس بيحكيش عن راتبه بدهش يحكي عن راتب بدهش يحكي عن دخله ما تطرق لهذا الموضوع نهائيا لا فيه ناس تخصص فيه مش بس الرواتب فيه كل شيء أمور الخاصة تخصص بهذا الحكي سرية تامة شوي شوي يعني من وسعها عدم الاكثار من العتب عدم العتب إلا إذا حسينها إنه أنا بدي عاتب بده يستجيب إذا بدي عاتب ينفر يكون يقطع لا 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 بلا منه العتب خلص أنا أعمل معالج داخلي لكن البعض يمشي إنه العتب على قدر المحبة وأحيانا العتب أحيانا بيكسر الراس على قدر المحبة بكلك أنا صريح أنا بحكي في وجهك وبيحكي كل شيء ما بنحكي لا 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 الصراحة لا تبيح لك ذلك وعلى قدر المحبة أيضا لها أسلوبها الله سبحانه وتعالى عندما النبي عليه الصلاة والسلام تصرف بعض التصرفات قبل أن يأتيه الوحي بعد أن يأتي الوحي خطأ قبل أن يأتي الوحي هو مخير عبس في وجهه ذلك عبد الله بن المكتوم فقال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أنجاه العم ثم عفى الله عنه عندما اتخذ أسرى ولم يؤذن له وعندما قبل أعدار بعضهم عفى الله عنك الله سبحانه ويقول ابتداءا عفى الله عنك لما أذنت له سعيه إذن يعني كثيرة هي الطرق التي نوثق بها صلة الأرحام والاستفسارات في فكرة ممتازة نعم خلاف بيني وبين أخوي أحصره بيني وبين أخوي وأأمر أولادي أن يصلوا أولاده يعني حتى خل الخلاف بين أثنين مش بين عشرين وبعدها بدك دول تحل بينهم لا أحصر خلاف بيني وبين أختي وأولادي أمنعهم من التسمع والتنصوت ولا خبر بعطيهم خلص موضوع بيني وبين أختي سواء ظالمة أو مظلومة وإنتوا لولادكم توصلوا بعض غصبا عنكم طب وهاي ممكن شوي قريب على اللي بتحكي في حضرتك الاستفسار بتقول المواطنة أنا أمي وخالتي صار لهم سنتين ما بيحكوا مع بعض أمي كتير حاولت معها مرتين وثلاثة وأربع وهي أبدا ما بتقبلها أكتر من مرة تروح لها وهي أبدا كتير بتشوفها بتبعد عنها بالشارع لو سمحت شيخنا إحنا حكنا لها خلص ما تروحي لها هون ماما بتأثم شو السبب شو السبب إنها الأختين ما بيحكين مع بعض ما بعرف بدنا نعرف شو السبب يعني جاء أحدهم إلى القاضي وعينه تنزف دما نعم فاستشاط القاضي غضبا فقال له أحد المستشارين اصبر أيها القاضي بجوزة ثانية عينتين ثنتين مكلوعات بجوزة ثانية مقتول فما بعرف أمك شو عملت وما بعرف خالتك شو عملت بدنا نفهم ونشوف إحنا منقول الصلح خير والقرب خير والقرب ألفة والجفى والبعد يورث القطيعة بدنا نظلنا نصل لكن بالمعقول نعم لكن إذا لحالها الخالي قاطعة هيك وبدها شو خلاص واتخذت قرارها من غير بينات من غير مستندات إحنا منقول خفف الالتقاء ليخف التوتر نعم يصعد صباحكم أنا عندي مشكلة مع سلفتي هيك بتقول المواطنة أو اسمها ظهرة الصباح صار خلاف بيننا وتصالحنا وكل شي تمام زارتني وزورتها بس إجت عندي رحبت فيها وضيفتها أحلى ضيفة وكنت كتير مبسوطة بجيتها لإني بنسل أذى وبسامح أما أنا بس زورتها كان استقبالها سيء جدا وكأنها ما بدهياني أروح عندها هي كتير حقودة وما بتسامح وبعتتلي أني ما أروح عندها أنا ما بدي أولاد العم يكرهوا بعض من ورانا أضل أروح ولا أقطع علاقتي فيها ضلك روحي ممكن نتقلل العلاقة شوي ممكن نشوف شو سبب إنها بتعمل هيك بعضهم بغار بعضهم بسمح لنزغات الشيطان هذه الأمور بدنا نعالجها بدنا نوضحها أحيانا مثلا ينقل على لساننا أننا قلنا وفعلنا بحق فلان وهو لم يحدث نعم فنصوب مثل هذا الأمر في مثل إذا ما في نتيجة بقلل للحد الأدنى ما بزور كل شهر بزور على الأعياد بزور على المناسبات بزور في بيت الأجر الأولاد أحثهم دائما أن يصلوا الأولاد ويصلوا هذه العم أو الخالة نعم لكن في حد أدنى في حد أدنى كل اثنين وخميس ترفع صحيفة الأعمال أنا من طرفي يمسامح وصافح عنهم ومش غلطان ترفع صحيفة عملي إن شاء الله إذا هم غلطانين أنا ما أنجر للغلط وراهم بعدين في حدود يعني ممنوع القطيعة نعم يعني أنا بعمل بشبه قطيعة الرحم بالذرية والنسل والخلف نعم ممنوع تحديد النسل تحديد النسل ممنوع نظم كل سنتين ثلاثة خمسة سبعة نظم زيارتك على الأعياد مليحة على المناسبات والفرح مليحة على بيت الأجر مليحة تقدرش تحكي قدام الناس يعني ما تقطعوا ما تبالغ في نفس الوقت يكون في توازن صحيح يسعد صباحكم يا رب وبرك الله في الشيخ شريف على هالبرنامج كثير رائع يعطيكم ألف عافية من أم محمد عمارنا مشكورة يا أم محمد ما أنه في تحليف في هذا الموضوع بالله عليكم أخت وفاء يا شيخ إنكم اذيعوا هالمداخلة أنا بدي أوجه شكر واحترام وتقدير أنا وكل نساء مخيم نور الشمس إلى الأخت أم محمد تلك المرأة الفاضلة اللي قائمة بمهامها ثلاثين عام وهي مقعدة وعاجزة وزوجها قدم مبتورة ست الفاضلة تقوم على خدمتهم ولا تنظر جزاء ولا شكورة ولا يعرفها إلا الله فكل التحية والتقدير كل التحية والتقدير بالتأكيد للأخت التي ذكرتها وبالتأكيد وهذه الأخت هي شمعة في ظلام ونور في النفق المظلم وهي من تيسير الله سبحانه وتعالى أن جعل الله من يثبت كل هذا الثبات وأن يكون قدوة لنا أسأل الله عز وجل أن يجعل عملها خالص لوجهه في ميزان حسنات وأن يكثر من أمثالها أو أمثال صحيح بخصوص الخالة الخالات الأخوات اللي ما بيزوروا بعض أو بتروح أمها للمستفسرة وخالتها ما بتستقبلها بتقول كان السبب صار طلاق بين ابنها وابن أختها دائما إحنا منحاول يعني نحصر مثل هذه الأمور إنه الطلاق يعني شاق على النفس خاصة إذا كان بعد فترة من الزواج أو شيء لو طلاق بين أخوها وابنت خالتها من هيك تفرقوا عن بعض لهذا السبب خالت ما بتحكي مع أمي المفترض المفترض أن نحصر الخلاف بين الطرفين أن نحصر الخلاف بين الطرفين ولا نوسع بقعة الزيت ولا نوسع بقعة البنزين لأنه أي شرارة ممكن تولع نار في العيلتين صحيح فيجب أن نحاصر يعني شوف الدفاع المدني شو بيعمل على الطول بيحاصر بكين ولعت النار في برداية بكين باك البرادة والسجاد عشان بس البرداية هي اللي تحترق وبيحاول يطفيها بأسرع وقت ممكن كذلك نحن هذه النيران عندما تشتعل سوف تأتي على الزرع كله يعني في حالات زواج كثيرة وفي حالات طلاق كثيرة في أول إشارة حال الطلاق في وسطه حال الطلاق في آخره حال الطلاق بين كل اثنين أربع عائلات جد وجدته وجده وجدته أنت بتحكي هنا أربعة ثمانية اثناشر عائلة اثناشر حمول يخشين ببعض من ثلاث حالات طلاق شو هالحكي وبالتالي يجب حصر الموضوع حصره ومن الأطراف التي تم الطلاق بينها ابتداء أحد الزملاء درس معنا وهو من جنوب فلسطين من بير السبع بير السبع ومن النقب لهم درس معنا في الماجستير تزوج الزوجة الأولى وولدت له وصار سوء تفاهم ما استطاعوا يحلوا أنه علاقة الزواج بينهم بمروا على بعض في المولاد بيشوفوا بعض في المولاد خاصة أنهم في مدينة وحدة في المولاد في المحلات بيسلموا على بعض بالكلام كيف حالك أم فلان كيف حالك أب فلان أمورك مليحة الحمد لله وإنتم لحين أبوك أمك وفي بعض المناسبات يقوم بالواجب تجاه حما السابق وحما يقوم بالواجب عنده إذا جاله مولود جديد من زوجة أخرى وما توافقوا مع بعض ثلاث شهور أو أربعة واتطلقوا تزوج الثالثة واستمر زواجه معها سنوات وأنجب منها ثلاثة أربعة الثلاثة بين بعض اتفقوا على الزواج واتفقوا على الطلاق وحتى في الزوجة الثانية الطلاق زاد الألفة بيقول لك فيش أسبوع عشر اتياما بيقعد مع أخوتها وبيقعدوا معهم نسهر مع بعض حتى حيانا بيكون في شوية كاستنة في شوية مسليات هاي الفهم طيب يعني الواضح أنه يجب أن يكون هناك يعني التفريق بالإحسان وأن تكون المحبة والمودة وفي البعض للأسف ما بيعجبهم مش هذا الموضوع أنه لازم يكون في شيء لازم ينكش لازم ينكش لازم ينكش لازم ينكش لازم ينكش لازم حرب إجمالا ناشحنا نتوسع في المواضيع رغم أن كل المواضيع مثرية وجميلة وبصراحة بحاجة للوقوف عندها لكن استفسار سريع أنا بخلاف المواطنة بتقول عشان ما يفكروش وفاء زيدان اللي بتقول أنا بخلاف المواطنة بتقول مع خوات زوجي بس ما بحرد زوجي على قطعتهم بس أنا ما بوصلهم هل أنا قاطعة رحم هنا كثير الموضوع المهم وممكن أنه أحيانا بيقول لك أنا المرأة بتقول أنا ما إليش دخل هو يزور أخته أو يزور الوالدين وما إلى ذلك أنا بالنهاية لولية ما لهاش ولية أنت عنصر في المجتمع وعليك واجب كل إنسان في هذا المجتمع علي مسؤولية مجتمعية ما تقول السرقة في دار جاري جنبي أنا ما دخلني ما ببلغ ما تقول الحريقة في الدار اللي عقبالنا أنا ما دخلني أهل الشارع بلغوا وكذلك في العلاقات الاجتماعية ما تقول أنا بس ما بحرد زوجي ما بدك تحرضي زوجك على السوء بدك تحرضي على الخير وهذا تحريض يعني جائز يا أيها النبي حرضي مني على القتال الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحرض وأن نحث على الخير وفي حدود دنيا من التواصل واجبة يعني حق المسلم على المسلم انسي أنه في خلاف بيناتكم حق المسلم على المسلم إذا عطس أنه يشمته وإذا مرض أنه يزوره وإذا مات يمشي في جناسته يعني في بيوت الأجر بدك تروحي وفي المناسبات الأفراح والزواج بدك تروحي وتحت عباية زوجك وتحت خطاء زوجك ولو قالوا لزوجك أخواته ما تجيبش مرتك بده يجيبها غصب عنهن مش عخاطرهن قطعت الرحم لا نسمح للجهالة أن تحكمنا وإلا عدنا لمجتمع جاهلي مجتمع أناني حياة الغاضة الأخت حين تقطع أختها أو أخها والأخ حين يقطع والدته ووالده وأخته وأخوه أيضا ما الحكم في هذا الموضوع حرام ومن كبائر الذنوب قطيعة الرحم حرام ومن كبائر الذنوب وفي ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى وصف ذلك بالإفساد في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم واحد من أهم أسباب الإفساد في الأرض قطيعة الرحم نعم نأمل أن نكون بهذا التطرق لموضوع صلة الأرحام قد كنا ناقشنا في بعض القضايا وبعض لربما المواقف الحياتية وإن شاء الله وصلت المعلومات بصيغتها الواضحة إن شاء الله يكون لنا أيضا لقاءات قادمة في هذا الموضوع ومواضيع أخرى نتوسع بها من مشاهد يومية نستقبل اقتراحاتكم وكل الآراء من خلال سواء كانت الاتصالات الهاتفية أو حتى رسائل الواتساب وبالتأكيد لنرتقي ولنتطور دائما وأبدا في هذا البرنامج إلى هنا وتجاوزنا الوقت لكن تجاوزا مفيدا إن شاء الله مع أحد خطبة مدينة تول كرم شيخ شريف عجاج شكرا جزيلا لك على هذا الحضر وعلى هذه المعلومات وإن شاء الله دائما أبدا يكون التجدد في المعلومات بالفائدة إن شاء الله تعالى الشكر الله أولا على ما من علينا به بالنعمة الإسلام والإيمان والالتزام والشكر لكم ثانيا على هذا الاستضافة الكريمة وفتح المجال للتواصل مع الناس على الهواء والشكر لجمهورنا الكريم المتفاعل نسأل الله عز وجل أن يشد أزرنا جميعا وأن يعلمنا جميعا شكرا جزيلا وبالتأكيد الشكر موصول لطاقم العمل المرافق وإدانا